في الساعات السابقة ظهر مصطلح التوافقية المشروطة هل تصبح حكومة التوافقية المشروطة خياراً؟ يعني كأن يضع السيد الصدر شروطاً محددة على قوى الإطار التنصيقي في سبيل القبول لانضمامها للحكومة المقبلة أم أن خيار الأغلبية لا يزال قائماً وبقوة؟ هي كلمة المشروطة هنا اللي دائماً بالمصطلح السياسي لازم يرادلها تفسير واحدها لأن اليوم أنت يعني السيد مقتدى الصدر وأنت بصفتك مرجع ديني وداخل تكتل سياسي في البرلمان هل كلمة المشروطة أنت يعني غالق تليفونك وغالق بابك بوجه الثلث المعطل أو الضامن ونتبادل اليوم فقط التغريدات والكلمة لا يوجد توافقية المتمسك أن حكومة أغلبية وطنية والبقية والشركاء البقية هم أصحاب مشاريع دموية وأصحاب انتكاسات سياسية وأصحاب هدر اقتصادي للبلد وبالتالي أنه أنا أقود هذه الحكومة وانتوا تكونوا معارضة والثلث الضامن يقول لك أنا ما رح أكون طرف مشارك في تمرير رئيس الجمهورية وبالملخص يعني مجلس النواب اللي لم يمر رئيس الجمهورية بثلثة مجلس النواب ما رح يكون رئيس وزراء وهذه المهاترات وهذه التصعيد رح نبقى مستمرين بي ورح نبقى يعني الشباب رح تكون في يعني أكو تنسيق اليوم يعني أكو تنسيق لخروج مظاهرات ولتكملت مظاهرات تشرين والتنسيق دي يكون في بقية المحافظات ليس في محافظات الوسط والجنوب كان المحافظات البقية منطتها ورود وهيكلت محافظاتهم بواقع أفضل من محافظات الوسط والجنوب فأظن الاتجاه ذاهب إلى التصعيد ونتخوف أن تكون هناك يعني محتمل أنه ندخل في مشاريع دموية وفي كوارد دموية وفي وجوار المسلحة داخل الشارع العراقي أستاذ طالب هذا الشيء حقيقي هو هذا اللي دي نتمنى أن لا يحدث إن شاء الله